طيب ننوح ليه أخبار نادي الزمالك ورقم عشرة بيكشف كواليس تحرك الزمالك لاختيار خليفة جوزبالدو فريرا تعالوا نشوف أولا إدارة نادي الزمالك استقارت على البحث عن مدرب جديد لقائة الزمالك خلفا للبرتغالي جوزبالدو فريرا الموديل فني الحالي بسبب تراجع نتائج الفريق بداية من العام الجاري ولكن هذا القرار لن يتم اتخاذه بشكل سريع وسيتم الانتظار لمعرفة مصير الفريق في الدوري وبطولة أفرق خلال الأيام الأخيرة تواصلت إدارة نادي الزمالك مع الإيطالي والتر مدزاري لكن المدرب رفض فكرة التواجد في الدوريات الأفريقية خلال الفترة الحالية كما أنها طلباته المالية أيضا لم تناسب نادي الزمالك وهو ما تسبب في عدم استكمال المفاوضات ثالثا بعد فشل التفاوض مع مدزاري قرر نادي الزمالك التوجه إلى المدرسة الفرنسية لكن لم يتم الاستقرار على اسم معايا للتفاوض معه وطلبت الإدارة من بعض الوكلاء ترشيح أسماء مدربين فرنسيين خلال أيام الحالية ولكن الإدارة ليس لديها أنية حتى الآن في استعادل فرنسي باتريس كارتيرون رابعا تم طرح عدة أسماء أخرى داخل الزمالك مثل البرازيلي أسفالدو دي أوليفيرا وقام البعض بستطلع رأيه في فكرة تدريب الزمالك إلا أنه لم يرد حتى الآن هذا إلى جانب ترشيح اليوناني تاكيس جونيس مدرب بيراميدز الأسبق كما تم طرح اسم السويسري جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك خمسا وحتى الآن إدارة نادي الزمالك ترفض وجود أي مدرب مصري خلفا للبرتغالي في ريرة وتتمسك بوجود مدرب أجنبي لقياة الفريق ولكن كل هذه الترشيحات والمفاوضات تتوقع تنفيذها على خسارة الفريق أمام الترجي التونس إن شاء الله ما يحصلش يعني في مباراة السلساء المقبل حيث ستتتخذ الإدارة وقتها قرار برحيل المدرب البرتغالي لكن لو حقق الفوز سيتم تأييل حسم مصيره يا رب الزمالك ما يخسر إن شاء الله تفضل الأمور مستقرة ده الأهم